أويس النهاردة يعني خلينا نراجع كده مع السادة المشاهدين النهاردة بيفوز طبعا بأحسن العيب في العالم The best روبرت ليفندوبيسكي نجم منتخب بولندا وبايرن ميونيخ في المرتبة الأولى وعدد النقاط اللي تحصل عليها 48 نقطة وفي المركز الثاني ميسي طبعا نجم باريس سان جرمان ومنتخب الأرجنتين 44 نقطة في الأربع نقاط ثم بعد كده بيجي محمد صلاح نجم ليفر بول والمنتخب المصري بتسعة وتلاتين نقطة عايزي يعرف رويس الأول هل رأيك أن محمد صلاح اتظلم اه ولا اتظلم ولا نظام التصويت هو اللي ظلمه طيب خلينا نقول نعرف بس الناس الأول بنظام التصويت لللي مش عارف هي القصة بتنتقسم لأربع حاجات أول حاجة التصويت فيه للمدربين 25% مدربين منتخبات كبات من المنتخبات صحفيين من قبل الفيفا هي اللي بتختاره من كل دولة رابع حاجة الجماهير لغاية وقته معين بتوقف الفوت وبعد كده بيجمعوا الفوت بتبع عن طريق أول واحد بيبقى 5 بوينس يعني فيه بتختار 3 من آخر تلاتة بتختار أول واحد 5 بوينس تاني واحد بياخد 3 بوينس 3-1 بياخد بوينس ده نظام أصلا التصويت بالنسبة للجمهور وبالنسبة كله بالنسبة لكل محمد صلاح تظلم ولا لا هنقولها أميدو خلينا نتكلم الأول هل هي جايزة فردية على أدائك طول الموسم ولا هي جايزة مرتبطة بعدد بطولات خدته أو إنجازات عملتها ما سايبين الحررية لكل واحد على حسب ما يختار طيب يا محمد صلاح ما تظلمش محمد صلاح في الحتة اللي تنسب وليه محمد صلاح الرادي ما خدش بطولات مع ليفربول على المستوى الشخصي ما خدش بطولات مع ليفربول بس أنه يبقى في أول تلاتة ده هو على المستوى الشخصي طول السيزن محمد صلاح أرقامه كايزة جدا الفرق ما بينه ما بين ميسي ما بينه ما بين الليندفسكي الناس دي أرقامها جامدة بلاس أنها خدت بطولات مع ليندفسكي مع بايرن خد دوري دوري و سوبر كوب و كاس وميسي واخد بطولة مع منتخب أرجنتين وبطولة مع برشلون ده اللي فرق معهم بس لكن أرقام فردية لا محمد صلاح في حتته المناسبة كلف من ابن أول تريد أو هو الثالث طريق إي رأيك ده أنا شايف أنا متفهم أعويس جدا يعني صلاح ما ما تظلمش في الترتيب اللي أخده في ترتيب ده بست و يعني هي الأمور مشت بشكل بعقرب شكل ممكن يكون د المنطق يعني هو ليفندوسكي فعلا قدم سيزون هايل ليوميسي قدم موسم كويس جدا وصلاح مستوى في بداية الموسم اللي فات ما كانتش بالمستوى الكبير زي مستوى ليفندوسكي ومستوى ليوميس ولكن ممكن تكون المشكلة ميدوف في موضوع التصويت بتاعة بست اللي أنا في رأيي لازم يكون فيه يعني معايير واضحة للجمهور الناس تبقى عارفة اللي بيتم اختيار ده بيتم اختارها على الأساس إيه يعني لما بنشوف النسب 25 و 25 و 25 فيه ناس من اللي بيختاروا التصويت مش مختصين بالكرة يعني مثلا الصحفيين والجماهير ناس مش مختصة مش سبيشاليستس في اللعبة على عكس مثلا المدربين على عكس قواتة المنتخبات فلازم على أقل يكون فيه نسب أعلى للمدربين وللعبة عن الصحفيين وعن الجمهور علشان الأمور تكون واضحة أكتر وكمان لازم يكون فيه معايير واضحة أو يا طارق الصحفيين اللي يتم اختيارهم للتصويت يبقوا صحفيين مختصين